هذا يتنى ما يبغينا في تلك الناحة المحلية المقهولة ونالشهر موعيد آخر عم معاه في احتجاجية أخرى سلسلة من الأشكال النضالية اللي كانت من هالاتحاد المغربي يشوف بالناظر دعما ومساندة لإخوان دينا والرفاق دينا أعوان الحراسة من دوبيا الصحة بالناظر لدخل اليوم في اليوم السابع من معتصمهم أمام هذه الندوبيا ليلة نهار في هذه الأجواء الممطرة طبعا الاتحاد المغربي للشغل كمؤسسة نقابية دستورية وقانونية قامت بمراسلة أولا الشركة المعنية لتنفيهها وهذه منذ مدة وقبل أن ندخل في هذه الخطوة النضالية بأن عقد الشغل يتضمن بلودا مخالفا للقانون نبهناهم وكان الموقع على ذاك المرسلة السي كاريم بويباون الكاتب العام دينا الأعوان الحراسة بالمندوبية دينا الصحة واللي كان حيوه نطمد منكم تصدقوا عليه بحرارة فرسل الشركة مرتين ماذا كان رد هذا الشركة هو الطرد ديال الأخ كاريم بويباون بمعياتي عونين ديال الحراسة بهذا المندوبية هذا هو الرد ديال الشركات مليكة جسد الشركات بأنه ما كانش هو اللي تردعها أو تردها عن غيها إذن كان طرد ديال الأخ كاريم ومن بويباون ومن معهم طالبنا كاتحاد مغربي الشغل بالناضر كذلك بمراسلة ديال السيدة المندوبة ديال بزار السيحة هنا في الناضور وقلنا لها نطلبوا منها واحد اللقاء مستعجل باش نعالجوا هاد الإشكال باللتي هي أحسن ونقلسوا لأنه ما كانش مبرر اللي أن هاد الناس يطردوا هاد الإخوان وحنا ما غديش نقبلوا أن كاتب عام ومن معاه يطردوا من العمل لمجرد أنه يمارسون حقهم النقابي فيهاش هاد الإخوان اللي بينهم السيحة عبد الكاريم بويباون اللي هو الكاتب العام ديال مكتب النقابي كتبول الشركة أن المندوبيا وعطت لهم واحد اللائحة فيها سبعتاشر واحد الإخوان الأخوات قسكم تعرفوه بللي أن الصفقة القادمة اللي كانت معاصوس في هذه المندوبيا ديال الصيحة كان فيها كي يتشارش تفتر تحملات عشرين عون حراسة والصفقة الجديدة فيها ثلاثين عون حراسة بمعنى أن المشكل العددي غير مطروح في هات الصفقة باش يقولوه بللي أنه الصفقة الجديدة جات بشي عددي بمعنى أنه يخدموا ذاك العشرين اللي كانوا قبل ويزيد عليهم واحد العشراء ولكن السيكارين بويباول ومن معاه الأعضاء المكتب النقابي والإخوان اللي معاه كانوا سبق لهم وخاضوا واحدة معركة نظالية مع المنطفات في ذاك المنطفق ديال من النبيا ديال الصيحة والزمو على المشغيل زيادة في الأجر يعني بما هو يوفق القانون وبالتالي ربما هذا الإجراء أو هذا النظال اللي اخداوه الإخوان كان النتيجة ديالو أن عقبوا بهذا الطريقة اللي هي طريقة غير مفور من بعد الاتحاد المغربي للشغل وجه رسالة للسلطات المحلية هنا في الماضور يطلبوا منهم التدخل في هذا الملف لأنه ميستاريا أو عرفيا من اللي كانوا حلو معاشي قطع أو شي مسؤول سواء في القطع العام أو في القطع الحاص نطلبهم السلطات التدخل وطرعا اجتماعات وسبق لنا درنا اجتماعات في الدوهية في بشوية ودرنا اجتماعات في الكتابة العامة سابقا ومشينا الحلول ولكن اللي غير نتهم في هاد الملف أعوام الحراسة في الدوهية دي الصحة هو أنه حتى السلطات لن تتجوم معنا في هاد الملف ومعرفناش علاش نحدي الساعة ما زال هاد السؤال ما عدناش جواب نحن نطلبنا عيقات الجناء الإقليمية للحوار الاجتماعي اللي كانت من مخرجات الوثاق الوطني للحوار الاجتماعي اللي كان في 2019 واللي تفعلت عجوعة مستوى الأقاليم والجهات باش نبقاونا عاجو فيها فهذه الإشكالات هذه الإشكالات فهذه الإشكالات بالتي هي أحسب ولكن احنا كنضطروا أننا ننزلوا الميدان في كل مرة ونضيروا اعتصامات ونضطروا الأجواء ونخطبوا معنا المؤسسة الأمنية النارحات إلى أخيره ونتعايبوا مع الناس وإلى أخيره إذن هذا الشيء اللي كان ديروا هنا كوقفة احتجاجية باشي احنا كنمتهنوا النظام ونحبوه نبغيوه في كل مرة ننزلوا الميدان إنما لغياب قنوات تواصل وقنوات الحوار على مستوى إقليم النظور وكان قولها وكانتحمل فيها المسؤولية على أساس أنه لكيش إحنا آلية مضبوطة مؤسساتية قانونية إحنا في بلد الحقوق القانون اللي نقدروا من خلالها نعانجو هذه الإشكالات الإخوان دينا ليلة نهار الشمس دس عليهم الشمس دس عليهم الشتاء ومع تصمين وعندهم مولدات وعندهم أعباء اجتماعية هالدخول مدرسية هالمصارف ذي الحياة اليومية هالعائلات مشغراتين واش نحنا كم غاربة نفتاقد الإنسانية والمعد الإنساني باش نخللوا هات الناس يبقوص بعيام ولكن بدون حل وبطريقة غير فهمة إذن احنا كالاتحاد المغربي للشغل كانت تنسوا في السلطة الإقليمية أنها تخلف هذا الملف عدنا بحر الأسبوع المقبل إن شاء الله نفرجوا يفرج الله على هذه الإخوان ولكن كنقول لكم رأى في الاتحاد المغربي للشغل احنا الخدمة دينا هي الترافع والنظال الإخوان دينا إذا لم ننقوش المعاهد من دوباء رأى قد نديروا خطوات نظالية أخرى ويعني قد نديروهم يعني كواجب نظالي مع الإخوان إلى أن يتحل هذ المشكل نكتب لنا قبل نشكروا الإخوان لدينا أدري أني إخوان بدأوا المشكل مشكلة بدأوا نهان الأول لا ليس عطورهم في الإدارة سبعتاش وواحد في الإدارة إحنا إحنا المشينا على الإدارة قالتك الشاركة الشاركة الرسنة الشاركة قد تقول لك الإدارة مهي مرسى الأولاد نهان الشاركة ما زال عطالهم لقيحة من الإدارة سبعتاش وواحد من الإدارة سبعتاش وواحد عمشينا على الإدارة سوئنا قد تقول لك الشاركة إحنا مشينا سوئنا الشاركة قد تقول لك من الإدارة الرسنة الشاركة ماذا مستجبعتنا شنية هائية الرسنة من دوبا ماذا مستجبعت جنية هائية قم بعد 12 12 العامل 12 12 العامل هم مطرودين كاملين علش على العقود عقود الشغل غير قانوني غير قانوني بغير يرسوا مكتب النقاوي تحات المغرب الشغل شكوه مضربوا كاتب العام علش ما تهدرش على حقك أي شفرك ما تهدرش على حقك حياتك في الأجر 122 كيف جاد الشي كيف جواد القانون القانون ميك هاي جاد القانون طبق السميك السميك طبق دولة كتعطينهم السميك هما كيشفرونا عيبوا عارزة عيبوا عارزة سبع أيام سبع أيام كنوا باتوا حدى الإدارة كيدوز علينا مسؤولين كيشوفوا فينا بحلكة كيدوزوا بحل حجرة بحل حجرة شتاء يومين يومين كتربوا علينا شتاء شتاء يومين كانت غطوه في ميكا هم أنا عزن في الدار عم يسنطلقوا بكليمان عم يسنطلقوا في المنطة سخونة حنا تمك رقباتهم بالبرد طاحونا جوش جوش الإخوات طاحونا تمك تخنعنا المستعجلة جوش علش على البرد كيد تالت مريض طربوا البرد هوا معنا هنا علش هذا الشي السلوطة النائمة من دوبة نائمة عيبوا عارا صاحب عيبوا عارا صاحب فينا حسن أمشيوا علش د подтالت صيب المعدد شك الحق المعدد شك الحق علش عيبوا عارا صاحب عيبوا عارا عيبواوا عار عيبوا وكلمون نائمة أخير مستجم أخي المستشف أخي الأخبار أربعان حرس من دوبي أربعان حرس من حسنين خرشو خرشو مش عصباني علاش مشاكل عندنا القتال موانات مشاكل في الساب شاركة كده كلنا الشاف ولكن 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 لا أذانا صغية يتفرج قرس المزيخ تفرج تتن يخدم ما لعنا الشركة المونة ولا ما هي شركة المونة والإخوة الشركة المونة ولا هي شركة اللي كتشفر المرشيات ديال الحرس والدنافع هل هذو اللي كي هنا في كورنيش اللي كيكون في المدارس اللي كيكون في سبيتارات هلوك الأغلبية ديالهم ما كياخدوش حقوم كيسرقوهم والسلطة كتعرفتش وجميع الأطلاف كتعرفتش وإحنا في الاتحاد المغرب الشهر نحتضن هذه الطبقة المسحوقة وإحنا في mana سبيتارات المغربية مصف? خامتش اجدعون بالكتعرف esqueك الوديوتور اجدعون بالكتعرف اجدعون بالكتعرف اجدعون بالكتعرف ترجمة نانسي قنقر